مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا عبر منصة هنا لبنان مثل كل سبت سبع المساء بيتجدد موعدنا مع حلقة جديدة من برنامج مبتقطع وضيفت بها الحلقة قصة كبيرة قصة كبيرة بالتلحين، بالكتابة، بالإخراج، بالمغنى وحتى بالتمثيل ومثل بالفن بالحياة كمان قصة 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 كان فيها حزن ووجع بمحلات ولكن كمان كان فيها تمرد، تمسك بالحياة وفعل بطولة حقيقية لأنه هي عن جد بطلة كامرأة، كام وكفنينة بمجتمع صعب ومش دايما بيفهم علينا الليلة مبتقطع مع النجم اللبنانية ماي مطر هاي ماي هاي أهلا وسهلا فيك بمبتقطع مرسي على المقدمة الحلوة كتير بطلة انت وهيدا مش حكي ومش صفحكي انت عا كل حال شخص بيصيغ الكلام وبيغنى الكلام وكمان يعني بالمغنى وبالتلحين وبالكتابة فيه حرفية رهيبة الحمد لله يعني شفت مجموعة كبيرة من الأغاني يلي كاتبتها لنفسك يلي بلحنتها قديش فيه مساجات قديش فيه سلاسة حتى بالتلحين اليوم الإمرأة الملحنة مش كتير موجودة بالعالم العربي صح بس انت يعني لا يستهين فيك أبدا كملحنة الحمد لله ليكي أنا قررت من رجعك على السحة الفنية بالأغاني أن تكون أغلبة تستة تسعة سمين بالمية من كلماتي والحاني وكنت مصرة أنه كل أغاني يكون فيه إلى مساج أو ما تكون بتشبه كتير اللي عم بينزل اليوم ما يكونوا كتير كوميرشال بعتقد أني صبتة لهلأ صادقة للآخر وهذا شيء كتير واضح يعني كيف بتخبر قصتيك وكيف من قصتيك والإشياء اللي عيشتيا والمختبرتيا بتحطيون هيك خلاصة بكل الغنية رح نحكي بالتفصيل عن كل أغنية والمساجات يلي راحت من خلالها للناس ولكن قبل اليوم بدي قليك أنت بعيدة عن الإعلام بعيدة عن هيدا المقابلات يلي هي كاملة حديث مطول شو السبب؟ لكن صراحة بدأ جلد يعني تقوم تلبسي وتضبطي حالي كنت مصرة آخر فترة أنه إذا بدي أعمل هذا الأفور يكون على شيء محرز أو في شيء عم بيضوي علي مضبوط مثل ما أنا حاب واليوم في كتير يعني أكيد في كتير ناس بعدها موجودة عم بتعطي إيميل للفنان بس الأغلب عم بحس عم بيروح شوي على برامج فيها كذا ضيف ما كتير عم بيضووا على شو أنا حبي تضو عليه سو اليوم طلعت معك إلي الشرف فيها عن جد تانكيو رانا تسلمين وبروغرام كتير حلو كنت عارفة أنه أنا مأكدة من قبل ما نبلش حكي أنه رح تضوي علي لازم ينحكي فيه طيب خلينا نبلش من الآخر أنت فاتحة على حسابك وانا عشو فاتحة على حسابك بالفن وفاتحة على حسابك بإنستغرام عندك منصة مستقلة يعني بمحل من المحلات بحس الواحد أنك أصلا مش بحاجة تعملي مقابلة لأنه أنت موجودة وبتتشارك وبتخلي الناس تفوت على حيز معين من حياتك نعم هاي دي فكرة السوشيل ميديا كنت ضايعها كيف كيف لازم استخدمها لأنه في كتير طرق في أيام منحس الفنان شوي سخيف بكيف بيستعملها كنت بدي ضل أنه لأ بيعرفوا عني كل شي وأنا الإنستغرام خليني ضوي على القصص اللي أنا حب يضوي عليها لسو كتير ركزت على هذه البلاتفوم تضل قريبة من الناس وبنفس الوقت لأنني ما بطلع أعلاميا كتير يعرفوا أني موجودة في شي مقابلة طلعت فيها وقدمت عليها لاحقا لكي أغلبهم صراحة في مقابلات عملتهم كانوا كتير نشحين وحلوين خصوص الوان عن وان لأنه بنعطاني مجال أحكي بس في كتير مقابلات حسيت طلعت من هوني كشوي ديسبوينتد لاش لأنه بيبقى الإعلامي اللي قدامي مش عامل رشارش مضبوطة عم بعيد أسئلة أنا قردي مجاوبة عنها كتير حس أنه ياريت كان كافية تكون أقوى بصراحة في ناس استغلوك إعلاميا من بعض القصة أكيد طرفي الإعلامي بحب كمان المادة الدسمي أو السكوب بيسموه بمطرح معين حسيت أنه لكي ما حدا رح ينوجع مثلك أو عنك بس الإعلامي كمان لازم يكون شوي إنساني بنفس الوقت مش بس مهني لأنه والمهنة النيحة وحلوة وكلنا عنا مهنتنا بس بس كوني عم تتعاطي بهيك قصة بريتكون شوي منتبهة شو عم تحكي أو كيف عم تحكي أو شو عم تنقلي يعني في كتير قصة صارت تتتنقل استغليت إيه أو لا إيه بمطرح إيه أكيد ما بتسمي لا طيب بما أنه عم نحكي عن فتحة ع حسابك فتحة ع حسابك كمان بكلمات الأغاني يعني ممكن تغيريها عزوئك حتى توصلة لطشة لطبقة سياسية بتتهميها أنه هي سبب بتعاسي الشعب ببطالة الشعب بانتحار الشعب طبعا وهيدا اللي قلتيه بآخر حفلة لقلك بجبال شو عملت بها الحفلة؟ كل حفلاتي عندي مصرة أني وصل مساج اجتماعي أو سياسي لقلك لنحنا فننين صح وعم نشتغل صح بس اليوم ما برد يكون من هؤلاء اللي عم بينسوا بس يقفوا على المسرح أنه في عالم تعباني عقيا عم نرقص وعم نبسط وعم نسمع أغاني حلوة وعم حقنا كمان ننفس بمطرح معين بس اليوم الفنان مش بس عنده واجبات فنية كمان لأنه هو جزء من هالشعب وفي عالم بتسمعه أكتر من غيره سهو قادر يوصل مساجات معينة ياريت الكل اللي بيعمل هيك لنظل نذكر أنه نحنا مش مناح أوكي نحنا عم نعمل شغلنا ومبسوطين والحياة حلوة ولبنان بيجنن بس نحنا اليوم منضارين من ضار بلدنا من ناس جدا سايقين يعني بشعين ما بيشبهونا ما بيشبهونا هده كلمات لطيفة قدام اللي عم يعملوا فينا صح؟ عم نلطف شوي لأنه مؤمنة طيب اليوم قصية النهفة على المسرح وبالمغنى درجة بس نهفة عن نهفة بتفرق ما هيك؟ كيف عم بتشوف اللي عم بيصير خاصة على قصية أحيانا كلمات جريئة أحيانا كلمات مبتزلة أكيد بش عم بحكي عنك عم بحكي عن الموجة الموجودة بلما يكون في عندك أغنية إقاعية وطبلو وزمر وكلمات فوق السقف طبعا نقول تحت الزنار لكن الدبكة اللبنانية هي شيء من فولوكلورنا ومن نحنا ربينا عليه الدبكة أكتر شيء كلاس أنا بسميه نحنا عن نية فيك ترخصي على المسرح فيك ترخصي لو قيمته وفيك تعليه أنا عطول أنا بغني دبكة وبغني شعبي بس بغنيه مثل ما نحنا تعلمني ومثل ما نحنا ربينا عليه هلأ فيه طبعا هلأ موجة طالعة عم بيغنوا اللي بيسمو دبكة أو شعبي يعني صار اليوم إذا بجيبي فنين تقول هدا بيغني شعبي كأنه بيغني شيء مش حلو نو الشعبي نوع موسيقى معروف ومرتب طول عمره طبعا طول عمره بس شو صار هلأ لترند أنه الشعبي هو يعني اللي بيطلع بيصر لأخو بيحكي شو ما بده أنا بقول الفنين هو شو بيغني يعني بس اليوم فيه في موجة مثلا بمصر فناني المهرجانات يعني عم نحكي عمر كمال حسن شاكوش حمو بيكة هالأسامة هيدا الموجودة هون بالمنطقة لبنان وسوريا بتسمعي كمان بي سارة زكريا ريم السواس لاي العبود يعني في عرفت مثل كأنه ظاهرة اليوم موجودة كتير بالحفلات وأماكن السهر شو اللي بيشبهيك شو اللي ما بيشبهيك باللي عم يتقدم لأ هلا من اللي سميتيهم أكيد أنا غير غير شي كليا فنان في عالم بالألوف بتروح تحضر يعني هو ناجح لناسة معينة ما فيك تجي تقولي أنه أنت مش فنان وأنا فنانة نفس الشي اللي سميتيهم طالما في عالم بتحب هذا الشي وعم تروح تسمعه يعني هن الجميع موجودين ما بتقدر تلغيهم طيب اليوم في كتير موجة تحديات بما أنك سميتي وديع الشيخ في مهرجة وديع الشيخ كارلوس أسامة كتير مهند زعيتر داري شي اسمه الرديات بيردوا على بعضهم بالحفلات هلأ أحيانا أكيد بتشتح القصة وبتروح لمحلات تانية ولكن هذا الشي موجود اليوم كظاهرة أنت بالألفين واثناث وجهت إذا بدي كان أول رد على السحة الفنية أول رد على السحة الفنية وبأغنية كاملة وقت وقفت بوج محمد اسكندر وفاري اسكندر بغنية جمهورية قلبي وعملت النسخة البديلة أنت بتعتبر حالك من أول اللي بلشوا بالموجة صراحة إيه أنه هلأ كتير درجة بس بالألفين واثناث ما كان في أغاني كانت موجودة برا وكنا نسمع يعني غنية وعم بيرد عليها بأوروبا وبأمريكا وكذا كانوا يعملوها بس بالبنان كانت بعتقد أول مرة بالرد على أغنية وليش ما كملت بهذا الخط اللي اليوم هو طوب ترند لأنه بتذكر وقت بي قال لي شو بديك تصيري فنانة الرديات يعني ما عندك أفكار جديدة تترحي ومعو حق كمان ما كان بدي أعرف بس أنه أنا اللي ردي عم حمد اسكندر شو بكي أنا ضل اسمي سنتين هاي اللي ردت عم حمد اسكندر وهلأ بعد 12 سنة عم بسألك عن الموضوع بس عملك بمحل تاني شهرة معينة لأنه هو كان اسم بوقتك كتير مشهور أكيد أكيد طبعا بعده موجود وبجهله تحية بس أنا بلايكي هلأ في نوعين ماركتنج يعني فيكي أول شي كان ماركتنج لألي أنا أخذتها بالناحية أنه أنا إذا رديت بالطريقة الصح والغنية نجحت أنا عم بنجح أوكي يعني أنا استعملت أغنيته أكيد لأقدر ابني اسم أكبر لنفسي وبيعترف فيه ومش عيد أوكي هذا زكعك وإذا صبت أنا زكية وإذا ما صبت أنا فاشلة هلأ طلعت زكية الحمد لله فمش غلط بيقولي لك طلعتها على ظهر لا أنا ما طلعت على ظهر حدا أنا يوم اللي بدي أطلع على ظهر فنان أكيد مش رح يكون محمد اسكندر مع أحترام اللي قاله في أسامي كتير أكبر بتمنى أن يكون حدا بحفلات أو غنى معه يعني أنت بطرف دي مقولة أنا طلعت على ظهر محمد اسكندر ما حدا بيطلع على ظهر حدا بعدنا عم نحكي أنا أسامي اليوم في كتير الناس بتحبه الناس ما بتحبه هن لو مش ناشحين ما نعرف اسمهم سواء أنا تنعرفت الأغنية ونحبت يعني أنا عملت شي منيح أنا عملت شي ناجح يعني بستهلة تاب اليوم إذا بديك تعملي ديو ما زال عم تقولي في أسامي أكبر وأنجح وجماهيرية أكتر ما مين عبالك تعملي ديو بما أنك بتعترفي بالزكة أنا أنا بحب حسين الجسمي بحب غنى معه حسين الجسمي طبعا من أجمل الأصوات كمان ولبنانيا لبنانيا ليكي عنا كتير أصوات حلوة بس يمكن أكيد كاريزما وكأغنية وكصوات بحب كون حدواء الكفوري عكل حال عملتيله كفر أنت ونبيل خوري قلبي وشو بدي أقل له بتحب أكتر شي شو لوائل قلبي وشو بدي أقل هيدا المفضلة اللي عنديك والأجد يلي هني ست الكل والبنت القوية لكي وائل عنده سر بأغنية أول ما تسمعيه بتقولي كتير عادة كتير عادة بعد جمعتين ثلاثة عم تسمعي بتقولي أغنية كتير حلوة بتكون عادية بس تركزي عليها أكتر تليقي أنا أغنية فيها شي فيها أفشات كتير حلوين فأنا كل شي بيعملوا واقل بحبه ومن الجداد لاتنين البنت القوية ولا ست الكال ست الكال كلهم حلوين سليم عصاف اشتغلت معه بتحب تشتغلي مع سليم سليم كتير بحب شغله صراحة والتقاينا بالرياض من فترة وسلمنا على بعد سليم فنان جبير طيب اليوم لما منحكي عن ميمطر بنحكي عن كاتبة مخرجة مغنية منتجة سيدة أعمال عاملة أنت اكتفاء ذاتي وعصيان نسوة على الرجل؟ لا لا مش هيك لكن إذا اليوم تغيرت شوي هالقييم وصارت المرأة بيقوت الزلمة عم بيحكي بالعلم بالشغل تقدر تعمل نفس الشي يمكن جرة الغاز أنه ما بتنحمل على الدرج المرأة ما فيها تحملها يمكن إذا الزلمة شوي هيك أنه بيقدر يعمل هالقصص عن المرأة بس أنه بالعلم وبالشغل وبالمجتمع صاروا بيوازوا بعض نفس الشي أنت اضطرأت تكوني هالقد قوية؟ أنا نجبرت أكيد لكن لا بدنا نتحك على بعض بمطرح معين المرأة ما بتلقى يمكن قد الرجل أنا كتفكر هيك بس وقتاً حطيت بموقف اضطرأت تكون الرجل والمرأة هلا ما بدي أقول أنه أنا رجل لا بس قصدي أنا غطي كل شي بالبيت وعندي ولدين أكيد هون اكتشفت أنه لا المرأة فيها تعمله منه شي مريح ومنه شي حلو كل الوقت أكيد بيسبب تعب نفسي وجسدي أسرع بس بنفس الوقت بس تنجبره بتلاقي القوة بتجي من وينما كان أكيد اللي ما رأتي فيه مش هايين ونحكي عنه كتير بالإعلام اليوم من بعد ست سنين على حدثة رحيل زوجك وأنت اليوم قم لولدين الله يخليهم وبنشوفهم يعني قداش مزينين حياتك حتى بالإشياء اللي بتتشاركيها مع الناس وين صار الوجع؟ بخف مع الوقت ولا بيضل؟ لكن أنا بقول الوجع أكيد بخف متل كل الوجع بيمرق عليه وقت سنة بعد سنة بيخف أنا بقول الحادثة أول اللي أنا ما رأت فيه ما بينسه بس بتتأقلم بتتأقلم معه بصير شي خلص موجود بحياتك شي صار جزء من حياتك يعني متل ما بيقوله بتتأقلم إنتوي يعني بتعيشي معه بتعيشي معه والجمهور عايش معك هالمرحلة عايش معك سواء من خلال الأغاني اللي عملتوها سواء قبل رحيله حتى بالأغاني اللي عملتها لاحقاً وكان فيها تكريم لزكرة ولروحه طبعاً وللعلاقة وللحب وللولاد يلي موجودين وهيكي بيعبوا الدنيا بتحس مشاركة الجمهور معك خففت ولا زادت الحمل ليكي كانت مسئولية شوي بس تشوفي إنه في كتير عايش نفس اللي أنت عم بتعيشيه وعم بيصلي كان كمية ميسجز من ناس عايشت نفس قصتي وصارت بتكل عليكي بمحل تاخد منك القوة وبدأت شوف كيف أنت عم بتكملي تهيي تكمل هاي مسئولية لأنه أنا قصتي قد ما تشبه قصتيك أنت كاركتير وأنا كاركتير ظروفي أكيد ظروفي وظروفي كيف يكون غير فحملتني مسئولية بمطرح اضطريت من بعدها أني خفف أني أحكي عن الموضوع خصوصي على السوشال ميديا وقتها حسيت أنه في كتير نسوين مثلي عم تتكل على كيف أنا عم بعيشتها هي تطبق مثله وهذا شي مش مظبوط وما بيسوى لأنه ظرفي غير ظرفهم ما بحب كون تحت هالتقل هيدا اللي عم بحكي عنه هيدا الوزن صح فيه وزن كان بالأول وقتها بلشت أكيد كملت حياتي وأصريت أني فيرجع سوشال ميديا أن الحياة بتكمل لأن هالحقيقة مش لأنه أنا عم بيجي وصل المساج مش حقيقة أو مش مظبوط بس الحقيقة عن جد بتكمل والولاد كان عندي خوف عليهم أنه يتأثروا بمطرح معين نفسيا لأن أولاد اليوم بس أرنهم بغير أولاد ببيت فيه رجل وأمرأة ما بتلاقي فرق سو أنا بقول إنه الحياة بتكمل والولاد ما بيصلهم شي صح بس عالسوشال ميديا بنحط اللحظات اللي نحنا مبسوطين فيها وعم نتضحك قدام الكاميرا والفيديو يلي عبالنا ننشره صح في لحظات تانية الناس ما بتشوفها فيها وجع فيها ضعف فيها دموع بينحرم الشخص المشهور والتحت الضو من حقه بأنه يكون أحيانا ضعيف حسب إذا أنت بتنكر الضعف قدام الناس أنا ولا مرة نكرته أنا طول عمر يقول نحنا بنعمل شتات بس بدي أقول لك شي هيدا الشت أي إنسان بيعملها حتى الإنسان الممرأ بها الوجع في كل إنسان أنا بالنسبة عنده وجعه عنده مشاكله وهيدا مشاكل بتدمره الشخص المعروف اليوم إنستجرام أو سوشال ميديا هو ألبوم صور بتنزلي فيه أحلى شيء ما حدا بنزل أبشع أيامه أو لحظاته للناس مش لأنه غلط بس أنا مثلا بشوف إنه ما إلا لزوم لأنه هيدا وقت اللي أنت عم تنوجعي فيه هو شيء بريفاي يعني أنا مثلا للناس اللي بس بدي أبكي وين بفوت؟ فوت على الحمام بسكر الباب ببكي لوحدة ليش بدي أبكي على السوشال ميديا؟ ما أنا ببيت بفوت على مطرح صغيره بسكر الباب على حالي مع بالك تستغلي وتجيبي لايك وشيرز ومشاهدات مثل غير ناس؟ عم نشوفها؟ هيدا صار مرض نفسي ونصيح تلاقلهم للي بيعملوا هيك يروح يشوفوا حكيم نفسي بقرب وقت ممكن لأنه هيدا شيء مهزل يسمو إنه أنا اليوم أطلع على السوشال ميديا عارفة حالي متضايقة بدي أبكي للناس كريميل جيب مشاهدات أنا هيدا مرض بشوفه ما بشوفه شيء حقيقي مش مرضي دا رخص أنا باتت برخص تمام رخص أكيد ماي شو اللي ما بيقطع بتجربتك؟ شو اللي مستفز؟ هل كان المجتمع بمحلات ظالم؟ هل صنفك أرملة؟ سنجل مام؟ هل كان قاسي بمحلات؟ لكن نحنا مجتمعنا عم بيتزبط شوي مع الوقت بتحس اليوم مش متل عشر سنين ومتل عشر سنين مش متل قبلها سو نحنا بعتقد ماشينا عالطريق الصحفة لشنا نوصل شوي للمنطق الطبيعي المجتمع إيه؟ نحنا عنا كتير بيحبوا يحكوا كتير بيحبوا توتجج يحكموا؟ أنا أنا يحكموا أكتر من يحكموا يحكموا على المرأة إنه هيدا مرأة أرملة هيدا فيها تعملوا هيدا مفيها تعملوا هيدا مرأة عم تربي ولادة لحالة كيف بي لبي ولادة وهي عم بتغني؟ كيف مثلا زعلاني وهي على المسرحة عم ترقص؟ العالم بمجتمعنا بيحبوا كتير يحكموا على الإنسان ولا حدا أنا مأكدة حتى حاله مطرح هذا الشخص إذا أنت بتتعلمي أنا الحقيقة علمتني أنا التجربة علمتني ما أحكم أنا كنت أحكم على الناس مثل الكلب بعد تجربتي تعلمت أني ما أحكم على حدا وأنا مني مطرح حدا وكل إنسان يعمل اللي بيبسطه وبلا تيتلات يعني مثل اليوم الفنانين بنحط لهم تيتل مالكة اللي ما بعرف شو وشو بيقو صوت اللي ما بعرف شو ما حدا يعطي تيتلات لحدا الإنسان بيعطي تيتل لحاله وهيك بعيش مرتاح سوأنا المجتمع من الأساس من داي وان من أول يوم قررت أني حطه على جنب بزيحه تقدر كمل حياتي وهيضا بلا سيطور من أهلي أمي وباي اللي بوجهانه انتحية خيه العيل الأصحاب اللي كتير قرابة أنا ما كنت قدرت أعمله لأنه لوحدك ما فيك يتعمل كل شي طيب اليوم نظرتك للعلاقة مع الرجل نظرتك للحب تغيرت؟ ايه اختلفت كتير أكيد شو اللي تغير؟ بعده قلبك مفتوح ولا صار بخاف؟ أكيد صار في خوف صار في أنه هلأ الخوف قل نتبهي يعني كنت أول مراحل كنت كتير خايفة أنه رجع لأنه أنا أنا جوزت عن حب وأنا كانت علاقة زوجية جدا ناشحة هادي بدي أقولها لأنه كتير ناس بيقولوا بتاعفيا أنا شو كنت أسمع شو بدي أحلى من هيك؟ في أحلى مننا نحنا مش مصدقين كيف نخلص من رجالنا لأ تبهي ايه ايه كنت أسمعها هادي إنه كأنه شي ما بيشفق إنه مات جوزة إنه لو مات بيا أو إما بيتشار عن قلبه إنه هذا شي بيوجع أكتر نو أنت بس كوني مغرومة وعلاقتك الزوجية ناشحة هذا شي كتير بيكسرك لأنه أنت وهذا بي ولادك كمان أنت جايبة لولاد منه مش إنه ما في ولاد أكيد الحياة تكملتها بتكون أهياً للمرأة من مرأة تكمل حياتها مع ولدان مع غير رجل أنا بشوفها كتير صعبة غير رجل بيتقبل كتير فكرة ولدان من زواج سابق السؤال كتير حلو استضمت أي أنا مرأة بعريقات وفشل منور هالموضوع ليش لأنك مش مستعدة شو لكي أنا ترجع تزوج مش بابي مسكر بس أنا لليوم بدي أحكي up to date لأنه لكي أنا شخص أنا ميزان ما بعد خمسة سنين يجب ركيف راسي ببيوعة صح بكل صراحة بس أنا اليوم ما بدي بقى أولاد لأنه أنا بالنسبة إلي وجود ولد ثالث من غير رجل ممكن يأذي أولادة أنا اللي هني من جوزة بعدين التفرقة بالبيت ممكن تأذيهم أنا بالنسبة إلي الرجل بيجيب ولد منه مش رح يحب أولادة قد ابنه وهيدا شي عم بكون كتير صريحة وصريعة هذا رأيي أنا يمكن يكون هيدا صدق مش عم نحكي حاطين أقنعة ولبسين كفوف أنا بضل أقول أنه أنا أوكي ممكن أرجع حب وممكن يحب أولادة بس هل إذا جاب ولد منه رح مع الوقت بنفس البيت تحت سقف واحد يفرق طيب أنا شو بكون عم بعمل عم بأذي أولادة مرة تانية ما أنا حلفت من يوم لمصارة القصة أني قدر المستطاع ما خليش يأذيهم قبل القصة ماي أنت أخدت قرار في 2013 إذا مني غلطاني بالابتعاد عن الفن لليوم بعد عشر سنين ما حدا بيعرف شو كان السبب الحقيقي لابتعادك عن الفن مظبوط باليوم مستعد تقولي ليش إذا أنت أوكي أنا بقول لا إذا لألك أوكي ما حدا سمعنا لكن صراحة أنا طلعت وقت على فيسبوك كتبت أنه أنا رح أبتعد عن الفن وفي كتير ناس انتقدت أنه بعد ما بلشت تتعتزلي وفي ناس كلمة اعتزال كتير كبيرة وأنا بوافق أنه أنا مني من أهم الأسماء بس أنا بالنسبة لإلي كان عندي ناس بتابعني وبتسمعني وإلهم الحق علي يعرفوا بوقتها أني أنا كترح أبعد أنا جوزي كان عميواجه مرض كتير خبيس اللي هو مرض السرطان وأنا ما كان بقى أدرا أني غني بوقتها كان في كتير علاجات بفترة معينة كان في كتير موعيد حكمة كان في نظرة لحياة اختلفت فجأة صار في خوف أنا اضطرت أبعد كرميل أبقى حده كرميل أنا كمان أبلع الخبرية فأنا هذا السبب ليش أنا بقعدت عن الفن اللي كتير ناس اتهمت بوقتها أنه الزواج بقعدني لأ أنا جوزي تهرف علي بغني وأنا كتغني بأحد بأحد المطعم اللي كانت لقله أوكي ولأهله وهو أكبر داعم كان لقليه بس الظروف الصحية اللي كان عم يمرق فيها ما كانت تسمح لي نفسيا أني غني بوقتها ما حدا كان عارف يعني قبل أربع سنين من رحيله إنه هو كان عم بيعاني من السرطان لا ما كانوا بيعرفوا لا وهيدا الشي كنت عم تخبيه كمان نظرا لهو مهنته كرياضي محترف صح كرياضي محترف وكان كمان بشغله الثاني بالعمار هيدا الشي ممكن كان هو ما كان يحب يقول أنا كان علي أني احترامه احتراماً فأنا كرميل هيك ما كنا نحكي بالموضوع طيب اليوم الرجعة الفنية عم نحس في مية جديدة بمشوارك دايماً في مراحل في المرحلة يلي كتبت فيها وحيدي يلي كتبت فيها كل الأغاني اللي حطيت فيها كتير من إحساسك ومن وجعيك واليوم عم لاحظ بالحفلات وباللايف فيديوز قديش في فرح وجو العان عم تقدميه على المسرح انت كمان بمحل من المحلات وطويتي صفحة وجعه عم تفتحي صفحة مختلفة؟ لا أنا فتحت الصفحة الحقيقية طبعماً شوف اماي أنا حدا شخص بوزيتف حدا مريح طول عمري شخص كتير بيحب الحياة طول عمري على المسرحيك طول عمري فأنا قررت أنه لا ودي أرجع مي اللي هي مي مش عم بفتح صفحة عم برسمها اليوم عن جديد هاي عم طلع عم برجع رجع مي كيف كانت بعدها موجودة أوكي قطعنا بسنتين ثلاثة حتى على المسرح أنا ما كنت قادرة بكب مي المزبوطة اليوم رجعت مي مثل ما هي مثل ما كانت فكرت قريب كلماته ألحان نبيل كوري من آخر إصداراتك الغنائية أغنية رائعة كتير فيها كمية كبيرة من الإحساس مثل كل الأغانية اللي بتقدميها بصوتك لفتني أنه من غنية لغنية دايما معيك ممثل محترف من قليمتري لأسعد حطاب للياس الزاي كلهم ممثلين رائعين وكل فيديو كليب خاصة مع فالنتينا خواند اللي عندك تاريخ معه شورت موفي مؤنعة جداً ودرسة مصرحة ودرسة إخراج سينمائي بلايكي خبري خبري كاميرا أنا ما بحف أعملهم صراحة مني شخص البيوتي شاتس ما بيعنولي؟ ما بيعنولي ولا بعرف فيهم كنت تضيق وقتين عمل بجرء أقولي لشي فنانة خفف بيوتي شاتس عملي أكتر قصص مين بتحسي خرج إنه تعمل أكتر ستوريز بالفيديو كليب بيت؟ هلأ بتاع في مين عم بحب شغل كتير نانسي عجرم مثلاً كتير عم تطلع بشورت موفيز كمان أو بقصص عم موت على كليب بيتها آخر فترة حبيت كتير ما تعتذر خبروني كتير كتير كل شي بلايكي بدق بالقلب ما فيكي تنكري طيب ما تعتذر نبي الخوري ومية وخمسين نبي الخوري وجمالة جزاف عطية نبي الخوري وبالأحلام نصيف نبي الخوري فيش غنية من هول كانت بيطلع عبالك أنت تغنية؟ لنبي صراحة كتير بيشبهني حتى بطريقة الكتابة والتلحين وكلمة هيك تفقنا على أغنية فكرت وقريب أنا كلهم باخدهم إذا بدي كلهم فيني كلهم بحبيتهم كتير مفضلة واحدة ما تعتذر ما تعتذر اليوم لما منحكي أنت عم تقولي نبي الخوري قريب اليوم أنت كملحنة وكاتبة وبكل صراحة ليش بعد كامرأة بهيدا المجال ما عملت الاسم اللي عملوه رجال مثل نبي الخوري مثل مروان خوري مثل سليم عصاف وأمثلة كتير أمثلة كتير أمثلة كتير أمثلة كتير من عطاء كمان لغير فنانين فأنت بستكت بيطلحني وتعطي فنان كتير معروف كمان هذا بدوي عليك زيادة أنا بعد ما طالح مين أقرب لقالك أكتر؟ نبي الخوري ولا مروان خوري؟ أقرب لقالي كأغاني كطريقة كطريقة بالإحساس من المروان خوري مروان خوري مروان؟ شو بتحبيله؟ كل شيء كل شيء؟ أقرب منك إلي ولا رح بتكوني يسلم للبغار اسمعتيا؟ يسلم للبغار حبيتي؟ طبعاً طيب أنت معقول وصلي موصيلك لأدال؟ لا لا فعلاً شيء بنقز يعني وقتها طلعت غنيت وحيدة وطلع التيزر لأدال تشابه رهيب مضبوط كان فيه تشابه بس زدته علي كأنه أنا طلعت قلت أدال قاعدة عم تحضر معي مطر وقررت أنه يا ويلي شاهل كليب وبدأ أعمل مثل ولا ما صار هيك هو صار في تشابه موقع إعلامي انتبه له شيء قبلنا وهو اللي حطوا على السوشيال ميديا تم غير فنانين إذا فنانة لبست نفس الفستان من ذات المصمم الأذياء لأنه سائب وعرفته أنه بذات السنة هذه الكليكشن التي تكتير عالية لبسه ذات الفستان بتصير طني ورانه في بيانات صحفية بتوصل للصحافة مضبوط لماذا أنت قلبت بحالتك لتنمر؟ ما بعرف لكن سرد علي على تويتر على شيء يومان ستقلهم بليس تطبت أنا ما بحب هالقصص أنا شخص كتير بعيد لأني ما بحب أنه حدا يقعد يكتب شو ما بده طيب أنت أمة جيوفاني وأنت صاحبة مع أمة جيوفاني يلي هي نادين ناسيبنجيم كمان كتير أصحاب نادين من الأشخاص اللي تعرضوا كتير لتنمر بالفترة الأخيرة شو كان موقفك من اللي عم بصير؟ أنا ما بحب ما بحب بإلا الله يعينها وهدا طمعا الشهرة اللي هي وصلت له كمان شهرة مش عادية نادين يعني مش عملت شغلة كتير آخر فترة حلو وهدا الشيخ عم بعرضه لشو ما كان ليك السوشال ميديا هاي مشكلته إنه الناس قاعدة ورا التليفون بتكتب شو ما بده فألا يعينها أنا ما بقدر أحمل اللي هي بتحمله بس هي قوية وشاطرة لما الحب بيوجعنا عمره ما يكون بالمبدأ هيك بالمبدأ الحب ما لازم يكون فيه وجع برأيك يعني هيدا الفكرة الخيالية عن الحب إنه لازم تتوجع كتير لا 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 ما هيك مش غريب شوي تتحطي حب مع وجع على نفس السكيل مش هي فكرة بتنحط براس الامرأة إنه لازم تتحملي ولازم تضحي شو هالحك يا هيدا وين عايشين نحنا لا طب وينك اليوم 2023 من أغنية هيك فيها هيدا النبض النسوي اللي كان موجود فيك هيدا العنوان العنفوين للرد على موجة كتير كبيرة من الأغان الكتير ذكرية الموجودة اليوم على الساحة لكن ما بقى حدا يصدقن كرم الهيكل أنا بالنسبة إلي ما بقى في داعي رد يعني أنا كل شي كان بدي يقوله قلتبين إحنا في عنا شباب وبالنسبة إلي بس ما هي ما موقفت هونيك ما موقفت هونيك هني كملت وهم يكملوا بس إنه ما بقى حدا ما بقى يأسره المرأة عن جد وصلت لمطرح آخر خمس سنين بزيت في قلبي كانت كتير كبيرة ونوعية المرأة ما بقى تفرق معا أنا بالنسبة إلي المرأة الناشحة والقوي ما بترد يحقوا هني ويعملوا أساسا ما بتقوم مع رجل بهالمنطق واللي عبالة تقوم مع رجل بهالمنطق يعني هي عبالة هي بتحب حدا يستضعفها تعطفت مع شيرين عبدالوهاب بقصتها بوقتها وحلق شعارها وكل الإشياء اللي بتبعنيها على مدى شهور كتير تفهمي إنه مرأة توصل لهيدا الليفل من الضعف؟ ما بعتقد سببه لكن فيني تكون كتير صريحة أنا بعرف زوجة حسام حبيب الفنان وإحنا يعني على إنستغرام منتبع بعض وهيك أنا ما بشوفه سيئ هلد بكل صدق وتحربت بفترة على السوشيل ميديا أنه هو عامل لي فولو وأنا عاملت له فولو وأنا عامل لي فولو لشيرين وأنا شارين بقلك أنا كلهم بيعرفوا أنه شيئز هي اللي بتعلم مننا الإحساس أنا شارين بالنسبة لي أجمل إحساس سمعته بالعالم العربي بس أنا ما بشوفه هلقد سيد ما بشوف أنه هو السبب صراحة ممكن لها السبب رجعه على كل حال يعني الله يديمي الوفق طبعا أنت كنت بحفر رواقع الموجي بالسعودية بدعوة من هيئة الترفيه وسمعت شيرين وسمعت أنغام وبتعرف اليوم الصراع اللي ساير على صوت مصر بالنسبة لقلك شيرين صوت مصر؟ أكيد مش أنغام لا مي كنت عم بحكي عن التمثيل كنت عم بحكي عن البطولة بأغاني مختلفة بنكها بتشبهك أنت بس كنا عم نحكي كمان عن بطولات العبتية بحياتك الشخصية كأم وكأمرأة وبمواقفك الشجاعة وأنت كمان بطلة سكواش خبروني كمان واصل القصة على البحرين ورجعت مع كتير ميدالية رباحة بطولة البحرين ناشرال يعني الشامبينشيب اللي عملوه على سكواش هلأ متراجعة شويلة وراء ما عم بتمرن قد قبل فهالسنة بالبطولة أخدت المركز الثالث ترجعنا شوي بس إن شاء الله سنت جاي من رجع الثالث كتير منيح كمان لأ بدنا الأول إن شاء الله دايما بظالك تلعب الأدوار الأولى بحياتك الخاصة وبحياتك الفنية وبمشوارك رح 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 معك لسلسلة أسئل سريعة بتقطع ما بتقطع ماي مطار بنلعب على فكرة بتقطع ما بتقطع مثل عنوان البرنامج أسوأ نوع أشخاص قطع بحياتك الخبيس الخبيس؟ ليه؟ خبيس ما إزيه؟ لأنو بيغدرك غدار صح طيب أسوأ شي عم يقطع بالساحة الفنية اليوم الواسطات الواسطات أنا بسميهم فيه مافيات بالواسط الفني؟ قد ما بردك شي مرة نسحبت اللقمة من تمك بيشتغلوا معك وبنفس الوقت ضدك وبالضيع يعني إذا بديك تفوت بقلب الواسط آخر مرة شخص قطع من خانة صديق لخانة مش صديق كان بالفترة يلي قويت فيها على حزنك؟ آه ايه في كثير بس وقفت على جرير في ناسك ذحتا شوي عجنب ليش؟ من سبع ناس تكون ضعيفة أكتر من انك تكون قوية؟ يمكن بس اللي بيضحك إنه بيحسدوك على الوجع فيه ناس بتحسد على المصيبة يعني ليك ما يشوف فيه عالم عم بتتعاطف معك بيحسدها وهذا شيء كتير غريب آخر مرة قطعت بنوبي تضحك يا ماي عطول فيه كذا مرة ما بذكرون بس ما بتذكر آخر مرة ما فيه موقف معين يعني طيب آخر مرة قطعت بنوبي تبكي شو كان السبب بنوبي تبكي مش من زي مايمكن منشي شهرين يمكن كانت ساير معك شيء لا يمكن كت هيك قيام بحس الدنيا زادتها شوي علي عرفتي هيدا الشعور طلع آخر مرة قطعت كارت لشخص برامت دهريك ما بتطلعي لورا من سنة صديقة كان عندي هكت اعتبرها اخد شو صار ماشي خبيسة خبيسة حدا قطعليك وعد ولليوم ما وفي فيه هلأ بديك تذكره بما بتقطع بوعده لقليك حدا وعدني بشي وما وفي فيه لكن مستحيل تكون سايرة لأنه أنا بكون عم دقل له كل دقيقتين قل له تبريل أخطر أخطر موقف هو وقتها كانت بين أخطر الحياة أو الموت يعني هوني بعتقد كان أخطر قرار كنت رايحة أصوب ديبراشن يمكن ما كنت طلعت منها بحياتي وكان عم بياخد قرار أنه أنا ما بدي ورح تقررت أتعالج نفسيا واخد ولادي معي لأني أرجع للحياة الطبيعية لأني أحب الحياة فأنا بالنسبة إلي هذا كان أخطر بس لوضح شغلي لأنه للمستمعين بين الموت والحياة مش أنه أنا كنت عفكر انتحر أكيد لا هذا اللي بدي أسألك تنوضحها تنوضحها ما أجتك أفكار انتحارية ولا ممكن الدنيا أغلى من هيك بكتير وما حدا بيموت ورا حدا هادي مقولة مزوطة بس أنا الفكرة بين أنه أنا موت نفسيا الحياة هيك مجازيا عم تحكي يعني موت يعني بطل حب الحياة بطل عندي شغف صح قررت تعيشي وهذا القرار بده كتير شجاعة صح وبده كتير شغل بده كتير شغل سوأنا هوني بعتقد أخدت القرار المزبوط وتابعته ما حدا فيه لوحده سوء كان بمطرح معي أنه عم بتتابع عند حكمة وهيك وكتحس أنه ما بيفيده أنا ما كنت تروح لأنا وقول له ما بيفيد ما بيفيد كتير كتير فادوني الحمد لله وهي دي رسالة توصل لكل الأشخاص البحاجة لمتابعة نفسية ضروري لأنه بيقدروا يطلعوا من الجورة قد ما كانت غميئة وقد ما كان فيها عتمة صح بيقدروا أكيد بيقدروا طيب آخر مرة انطلب منك شيء وقلت لأ معي أنا ما بيقطع عشو معقول يكون هيك جوابك أنه ما بتقطع معي فنيا اجتماعيا فنيا فنيا أو حفلات الخاصة اللي بيعرضو علينا بالألوف وملايين تعرفي أنه أنا شو أصدك بحفلات خاصة يعني فيها تنازلات جنسية طبعا طبعا حفلات خاصة شو يعني راح تغنيله بالبيت ما فيه يسمعها على السيدة أو يحضر لحفلة تعرفي رانا عجلت بتحكي بالموضوع وانا هالسنتين كنت طايعا كيف بيعملوا هالقد مصاري انا شخص نتج لحاله على مدار عشر سنين اللي رجعتهم من الفن عم بيحكي كمسرح وكحفلات مش أكتر من 5-6% من أنا شو اي انفستد أو أنا شو حطيت بالدمان كنتدل اسأل حالي أنه ليه معهم؟ منه كيف بيعملوا مصاري؟ طبعا تبري حفلتها بـ 60 ألف الله يا إن شاء الله 100 و 200 أنه كيف بيعملوا مصاري من هالدمان؟ ما كنت افهم ما تقلي لي رح تتهمي الفنانات كلهم بشرفهم وانا كتبت له لتشوفي أنه مش مظبوط أنا فتت حطيت كومنت وكومنتي موجود قلت له مشكلة الفنانات البعضة ومتل ما فيه فنانات عاملوا هالتنازلات فيها عن جد ناس مثلي وفيه اكتار كمان ما عاملوا بس أنت خسرت بالفن ماديا أرباح بس أنا كنت عم بسأل حالي كيف بيعملوا؟ طب أنا اليوم وقتا يجيني عرض من رجل مش لبناني يقول لي أنا بدي أتزوجك ثلاثة أيام قدام مليون دولار معي هون تركتهم هدي على التليفون يعني أنا مثل ما فيني كنت أعمل هالمليون دولار بثلاثة أيام هني سمالة يمكن عمليش عشر عشرين سمالة إيه؟ بدها سمالة معي؟ أكيد لا واللعاب أنا بالنسبة إيه لعاب هدا بيع لكن أي شيء بنعمل جيكي هيك عرض؟ زواج ثلاثة أيام بمليون دولار إيه ثلاثة أيام وقعدنا أنا وأصحابي وصدنا نتضحك أنه أنه صرت شوف إذا ببعت له رفيقتي مثلا بديك مليون دولار احتعمل مثل قصة هيدا الفيلم يلي هو وان نايت ستي فور وان مليون دولار عجلت موجود هيدا الشيء بس أنا لأني كنت بعيدة ما كنت كتير عم بدقق بها المواضيع يا بني أنت شفت أنه قيم بلا في ملايين بهذا الدومان شو عملت له؟ ما بتقطع؟ لا قلنا له أكتر من هيك أكتر من هيك وسمعه مين قاله على الهواء؟ نا طيب اليوم الخيانة المساكنة الأجهاد المثلية الجنسية بتقطع ولا ما بتقطع؟ بالنسبة لقليك أيها ممكن تكون بتقطع؟ جاي سميلي إيه هون واحدة واحدة الخيانة؟ الخيانة ما بتقطع أكيد المساكنة بتقطع الأجهاد حسب الظروف المثلية الجنسية بتقطع أكيد هاي حرية شخصية طيب اليوم فيه تصريح للممثلة باميلا الكيك قالت أنه أنا إذا غرامت بأمرأة ممكن أتزوج أمرأة طيب أنه هي حرة ما بعرف أنا ما أنه طالما ما عم تقزي غيرها نحنا شو دخلنا هي تحب اللي بدأ تحبه ما عندك هيدا التفرقة وهيدا تم يستعتبره شي ما لازم يكون بيقطع معي أنا أنا شخص ما بعمله منه أنا يعني أنا كمي بحب الرجل وما عند مع المساكنة بالعموم ولا بتعيشيها بتقبلي لا مع المساكنة وأنا اليوم بوضعي بقول يمكن يمكن بالحياة بالمستقبل إذا ضلت ما بدي أتزوج أنه إيه ممكن المساكنة أهيان لصراحة آخر سؤال كل النجمات بيقولوا أنا ضد التنازلات أنت شو التنازل يلي ممكن تعمليه كرمال الفن هيد السؤال كل الفنانات بيقولوا أنا ضد التنازلات في تنازل ممكن تعمليه كرمال الفن كرمال الفن تنازل لا بالوقت بالتضحية ايه تنازلات اللي ممكن أقدمها هو كل شيء لايكي كل شيء بيثبط مع عائلتي رانا ما بيضر أولادي اليوم ما بيخد كتير وقت من قدامهم أنا ما عندي مشكلة أعمله بس أي شيء ممكن عجئة الدمان إذا حسيتها بمطرح معين عم تخدني من أولادي من وقته معهم لا رح أترك ما قلتلكم بأول الحلقة فاتحة ع حسابها ما قلتلكم ما كتير بتغرى الشهرة والمتيهات الموجودة بالمجال والأسماء والألقاب والإشياء التقليدية هالمقابلة كانت غير تقليدية لأنا بتشبهك لأيلك أنت لأنا بتشبهك كمين ما يمطر نوارتيني حبيبته أنا تشرفت فيك يا مرسي على المقابلة الكتير جديدة وكتير حلبة فاشيتي لخلقه لكي أنا بعد بحكي معيك لبعد بكرة في كتير أسئلة صراحة جريئة بتمنى بس بتمنى ما كل بمطرح معين خبصت لأنه أنا ولا مرة حكي بهول القصص على العلن يعني بالعكس كنت أنت مثل العادة صادقة وشفافة وصريحة وحقيقية وهيدا أحلى شيء فيك أنا بدي أقول ما بتقطع ما نشوفك أكتر وأكتر وأكتر بغزارة أغنيات منك بالألحان وبالكلام اللي إلا معنا وبالأغاني الحلوة اللي فيها صدق وإحساس مرسي رانا وتانكيو عا تقديرك عن جد لا فني ولا شخصي ومرسي لقلكم اليوم شباب كلكم عن جد بتعقدك أنتو وإن شاء الله تكون حلقة حلوة أكيد وشكرا لكل المتابعين يلي كمان عم يتوصلوا معنا على هاشتاج مبطقتع على السوشيال ميديا خبروني عن رأيكم بها الحلقة وأنا بلقيكم بالأسبوع الجاية بحلقة جديدة مع أسئلة جديدة وأضايا جديدة وضيفة جديدة اشتركوا في القناة